السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد من سوبر مامي يارب تكونوا كلكم بخير رمضان قرب ومحتاجين نشوف وصفات مختلفة شوية عن الاقل التقليدي اللي نعمله علشان نحس بالتغيير شوية من ضمن الوصفات الجديدة اللي حتكون على صفرتك في رمضان عشرين عشرين ان شاء الله هي الفراغ بالكريمة هي وصفة الصغيرين والكبر بيحبوها تعالوا نشوفوا عملنا الطبق ده ازاي وسهل جدا جدا وتقدر تحطي تكاتج زي ما انت عاوزة عندي هحتاج صدور من الفراغ المخلية هبتدي ان انا اقطعها شرايح ومن شرايح لمكعبات انت تقدري تعمليها مكعبات او تعمليها شرايح برحتك هتبقى شرايح مش سميكة اوي زي البكاتة هقطع صدور الفراغ اللي عندي شرايح وبعدين مكعبات سميكة وعريضة شوية عشان تكون القطعة بينها ما تكونش مفرفتة اوي بعد ما هقطعها مكعبات عندي طبعا نغسلها كويس اوي المفروض هنحط لمون خل ملح ونقلبهم كويس اوي ما بعد ونسيبهم يعني عشر دقيق كده وبعدين نشطف كويس جدا ونصفي كويس اوي لازم تاخذ بالك من حتة التصفية دي جدا ما تكونش الفراغ فيها اي ميا وما كان الغسيل والشطف عندي بعد كده طواصة او صنية او حلة على النار هحط فيها معلقة سمنة او معلقة زيت اي مادة دهنية تحبيها وبعدين هنزل قطع الفراغ اللي انا قطعتها وحفردها كده في الصينية علشان ما حطهاش على بعد وتبتدي تنزل ميا طبعا عندي النار عالية علشان انا تدي الفراغ صدمة وما تنزلش ميا كتير وتنشف مش هقلب فيها خالص هبتدي اصابها كده لحد ما تنزل شوية الميا بتاعها وبعدين تشربهم تاني بعد كده هبتدي هيقلب عادي خالص في الوقت ده كده هضف لها التوابل اللي انا هحطها عندي كركم وعندي فلفل اسود وعندي لوري مطحون ومش هحط ملح خالص عشان الملح هنحطه في الصوس هحرك بس كده اول ما توصل للمرحلة دي وبعدين الميا بتاعتها هتنشف دلوقتي هبتدي ان انا هقلبها طبعا تقدري تختاري التوابل اللي انت عاوزها مش لازم تكون التوابل اللي انا حطتها دي بازدات يعني اختاري التوابل اللي انت بتحب بها بس اساسي اساسي الفلفل الاسود طبعا هحط كمان معلقة من البابريكا صغيرة واللوري المطحون في الوقت ده كده بقى هبتدي اخلط التوابل مع الفراخ كويس واقلب عندي بصلية متوسطة هبتدي ان انا ابشورها ناعم جدا علشان هزودها في الخطوة والوقت ده بالزيت مش عايزين نحط البصل لا في الاول ولا في الاخر في نص التسوية بالزبط بحيس ان البصل هتتشوح بس معي ولا تاخد لون غامق عايزين هتتشوح بس ممكن تحط البصل جوانح بس الافضل انها هتكون مفروم ناعم جدا علشان متبنش خالص مع الفراخ وتحسي في الاخر ان الفراخ عليها لصوصه بس لكن البصل بيديها طعم مميز جدا جدا وانت لو حاب تضيفي طوم تمام بس انا محبتش اضيفي الوصفة دي طوم خالص انا اكتفيت بالبصل والتوابل كده خلاص تكون الفراخ جهزت عندي حابتزي هنزل عليها البصل وقلت تقلبتين يا دوب تتشوح بس كده مش هنكمل خمس دقايق وبعدين خلاص كده تكون الفراخ جهزت عندي البصل في الوقت ده بيدي للأكلة تستهيل جدا ولا بيبان اصلا فيها خالص ان انت حطى اي بصل عشان كده بقولك الفرومي ناعم جدا مضيفيه في الوقت ده ولا في الاول ولا في الاخر هي كده لسه على النار هشوح فيها شوية كده يدوب تقلبتين وبعدين قطفي على طول دلوقتي هنجاهز الصوص بتاعنا عندي معلقة سمنة على معلقة زيل هدوب فيهم كده معلقة من النشا او معلقة من الدقيق انا حطيت هنا دقيق بس انت لو عندك نشا الافضل يكون نشا وتكون معلقة صغيرة عشان الصوص مايتقلش منك جدا برضو انت وراحتك عايز الصوص تقيل تمام اكي انها فراخة بالبشامال لكده او عايزها خفيف شوية تبقى الفراخ في الصوص تايب شوية برضو اللي رايحك المهم ان كده او كده الاكلة في الاخر طعمها هايل جدا اهم حاجة عندي في الخطوة دي ان معلقة دي او معلقة النشا اللي هحطها لازم تكون دايبة في المادة الدهنية كويس او يتكون على نار متوسطة كده ما تكونش على نار عالية اوي ولا نار واطية اوي لازم تكون صيحة كده ما تكونش مفرفتة ولا عارفة ولا هتكون عارفة أقلبها في المادة الدهنية بعد ما يبتدي بس رحيتها تطلع كده شوية رون هيبقى روس شوية ما يبقاش ابيض هبتدي ان انا اضيف اللبن طبعا كمية اللبن على حسب الكمية الفراخ اللي عملك انا عاملة الكمية دي تلات صدور فراخ هضيف لون كوباية لبن كبيرة هضيف على الصوص ده ملح وفلفل بس مش هحط حاجة تاني خاص في التوابل هبتدي انزل جبنة شيدر ولو عندي الجبنة متزرلة تمام لو مش عاوزها يبقى ماسك اوي في بعضه خلاص ما تحطيش غير جبنة لشيدر او مسلسات بس او ممكن جبنة كيري برضو قطع او قطعتين كده حيدو الصوص بس طعم حلو جدا بعد كده التكة المهمة اوي بقى هي الكريمة عندي كريمة الطاهي اللي هي بتتقل لما نحطها على النار هنضيف منها نص كوباية على الصوص ده اول ما تحطيها هتدي تلاقي الصوص بقى بالشكل ده معيكي تقل شوية ولا هو بقى تقيل اوي اوي ولا خفيف اوي اوي القوام ده مناسب جدا وخلوا بالكم ان هو يبقاش مكالكع خالص كده خلاص هنزل بقى الصوص بتاقي على الفراخ واتديها غلوة بسيطة وسريعة جدا جدا وبعدين اضيف لها بقى شوية من الخضرة علشان طبعا نكسر اللون اللي انتو شايفينه ده وكده الطبقة بتاعي يكون جاهز وعلى فكرة مدة التحضير بتاعتها سريعة جدا مش هتاخد منك بالزبط نص ساعة يعني انت يداري تحضريها قبل الفطار بوقت قليل جدا وكمان من غير تدبيل الفراخ طعمها حلوة اوي طارية جدا لان احنا طبعا خدناها على نار عالية في الاول علشان ما نزلش الماء بتاعتها وتبقى نشفة جدا فالفراخ طارية جدا جدا ومستوية جدا جدا يارب يكون الفيديو عجبكم ولو ده اول فيديو ليكي واول مرة تشوفيني دوسي على سبسكرايب فعلي علامة الجرس علشان يوصلك مني كل فيديو جديد وحطي لايك للفيديو ده لو عجبك وقولولي عايزين نعمل اكلات ايه واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته